اشتركوا في القناة فهذا واجب مهني يحتم علينا ان نعلن ان هذا المحتوى الاعلامي هو لالبالغين وايضا لفوق سنة 18 النهاردة هنتكلم عن موضوع يكاد يكون اقتصاد داخل الاقتصاد مئات الملايين بتنفق ولو تحدثنا عن العالم ممكن نقول مليارات بتنفق على ما يسمى بالمناشطات الجنسية ولكن عاش العالم على ان هذه المناشطات هي حقيقة وهي واقع وهي بتغير في الواقع ولكن هناك رؤية اخرى تقول ان كل هذا عبارة عن وهم او توهم بين الواهم والحقيقة تدور حلقة الليلة حول المنشطات الجنسية بين الواهم والحقيقة واسعد بضيفي دكتور وليد ابو الفتوح استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي دكتور وليد مساء الخير اولا مساء نوري فان أهل مساء وهم ولا حقيقة يا دكتور اجابة واحدة كلمة واحدة كده نبدأ بيها كلمة واحدة وهم 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 حضرك يعني عارف رد فعل الكلمة دي دلوقتي ممكن تبقى ايه اه طبعا اه طبع ومسؤول عنها مسؤولية كاملة يا دكتور احنا بنتكلم في اقتصاد داخل اقتصاد احنا بنتكلم في مليارات بتنفق على مستوى العالم يعني العالم ده كله ممكن يكون عايش وهم وهو متخيله حقيقة طب ازاي بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا موضوع المنشطات ده يعني احنا يعني خدنا فيه صوالات وجوالات الموضوع كله عبارة عن شوية ادوية احنا بناخدها كحاجة تدينا باور سواء بقى في الشغل او العملية الجنسية او اي حاجة تديك باور تقدر تشتغل شوية زيادة عن الطبيعي القاعدة بتقول ما زاد عن حده انقلب لضده انقلب الى ضده ده بالضبط الهدف من كلامي يعني مثلا فيه ناس بتاخد بعض العقاقير تقولك انا مثلا بشتغل عشر ساعات في اليوم مثلا بشتغل فيه شغل محتاج هارد وارك او بحتاج يعني ببزل مجهود فمحتاج لحاجة الديني طاقة بالضبط محتاج قوة بدانية او قوة صحية يقدر يشتغل بيها فهو بيبع متخيل ان انا مثلا بشتغل عشر ساعات فانا دلوقت المفروضة اشتغل خمستاشر دي كانت مرحلة بداية المكملات او ظهور المكملات او ما يسمى بالرويالجيليو والحاجات المشابهة بذلك في المرحلة دي بالضبط بالضبط فهو تلاقي واحد بيقول له واحد انا خدت الدواء الفلاني والدواء دوت جميل قوي وبيدي قوة يعني في الشغل والعمل وبتاع فانت بتاخده بعد ما بتسمع منه الكلام دوت فانت بتحس ان انت بتشتغل اكتر ولو ان دوت مش حقيقي بمعنى انت النهاردة بتاخد دواسين او دواسات بدون مش هسمي يعني ادوية معينة ولكن اصدقل انت بتاخد الدواء الفلاني فانت بتبقى متخيل ان هو بيديني قوة جسدية او قوة جنسية او او في وقت ما بياخد العقار ده لكن الحقيقة مش كده ده في بعض العقاقير بقى وانا اقول له حركة يعني معلومة انا معرفش يعني شكلها صدمة اه اه يعني معرفش حركة عندك خلفية عنها ولا لأ اه وبنقول استادها مشاهديني يعني معلومة مهمة قوي دلوقتي ان مثلا في بعض العقاقير بتتاخد علشان خاطر اه تزود فترة الجماعة شوية او تزود فترة اللقاء الجنسي شوية اه صحيح هي بتدي قوة انا ما بقولش لأ يعني بتدي قوة شوية وبتدي وقت اطول شوية ولكن بيبقى ليها اثار جانبية مع طول الاستخدام من ضمن الاثار الجانبية ديت انها مثلا مثلا عند الراجل ممكن تعمل فقد في الانتصاب مفاجئ وبدون رجوع وملوش علاج طبعا حراك لما تسمع مني حاجة زي كده الناس اللي بتستخدم الكلام ده يقولك الراجل ده بيقول اي كلام لا هو الموضوع مش اي كلام انت دلوقتي بتاخد ده فانت حاسس ان انت يعني بيديك قوة زيادة عن القوة الطبيعية اللي ربنا ادهالك لكن في بيجيلك في وقت بقى يعني انت بتشتغل عشر ساعات بتاخد ده بيخليك تشتغل خمستاشر بس شوف لما مفعوله يروح دلوقتي لما مفعوله يروح دلوقتي شوف انت بتبقى قدي ايه مجهد وعندك كمية اجهاد بدني مش طبيعي ليه لان انت زي ما نقولت الحاجة في الاول ما زاد عن حده انقلب الى ضده انت بتشتغل عشر ساعات في اليوم فالنهاردة انت بتشتغل خمستاشر هو ده مش حمل على الجسم طبع حمل حتى لو الدواء ادك قوة يعني في الشغل او في اللقاء الجنسي او او لو هو ادك الباور ديت هو الباور دي على حساب مين على حساب عضلاتي على حساب قلبي على حساب اجهزة الجسم الداخلية ووظائق برافع ليك اذا هو بيديك اوة شوية شوية ولكن بعد الشوية ده ايه بيحصل بتبقى مجهد جدا بعد الايه ما مفعوله يروح لو هتبقى مجهد هتبقى مجهد جدا اه لو انت هتبقى مجهد برافع ليك لو انت هتبقى مجهد هتبقى مجهد جدا طب لو انت مجهد جدا هتبقى مجهد جدا 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 وهكذا والامور بتزيد اقصد اقول ان العقاقير دي اصلا لها استخدام استخدامها ايه إنها بتستخدم فيه مثلا العمليات الجراحية اللي هي شديدة أو زي مثلا عمليات جراحات العمود الفقري مثلا جراحات العمود الفقري دي من العمليات اللي بتحتاج مسكنات قوية جدا مش المسكنات العادية اللي احنا بتتخطينا ريلاكسيشن فضيع وبتديك راحة وبتديك عدم إحساس بالألم وعدم إحساس بالوقت وعدم إحساس بالوقت وهي هنا يعني زي ما يقوله بيت القصيبة هو ده مربط الفرس فأنت لما ما بتحسش لا بالوقت ولا بالمجهود فأنت شغال بس لما بيروح تأثيره بتقع هي دي المشكلة زي ما نقولت الحالك في موضوع العملية الجنسية دي بيحصل فقد للانتصاب للعضو الزكري مفاجئ مالوش مقدمات مالوش مقدمات ده سايد افكت لقطر الاستخدام أو يعني آثار جانبية لقطر الاستخدام لقطر الاستخدام طبعا أنا زي ما قلت الحالك القعدة أو المعادلة بتتلخص في الجملة دي إن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده دي قعدة احنا لازم نمشي بيها مش في العقاقير بس في كل حاجة في كل حاجة انت حضرك النهاردة لما بتبقى ماشي بنظام لما بتقول مثلا أنا بقدر أشتغل فترة قد كذا لا أنا هزودها هتزودها على حساب مين ما انت زودت عن الحد المسموح ده على حساب مين على حساب القوة الجسدية والعضلات وعلى بقى حاجة تانية مهمة القلب ده الأخضر هو القلب ده وزيفت قليل طيب أنا خليني لحد دي أنا يعني ماشي مع حضرتك ماشي ولازلت معاك في النقطة دي اللي هي أحيانا بيحصل أو أحد الأثار الجانبية لهذه العقاقير توقف القلب توقف عضرة القلب وفي ناس فقدت حياتها لتعاطيها لهذه العقاقير تمام مش مفروض دي تأخذ بمعارف الطبيب هو هي دي مشكلة هي دي مشكلة حقيقية لحركة صارتها فكرة ان احنا نقول مثلا ما فلان كان عامل عملية كذا وخد الدواء ده وبقى كواس جدا فكرة اللي هو الناس بقت كلها دا كاترة أنا دا هنفع معايا خد جرب عارف حركة اللي هو القاعدة اللي الناس بتقولها دايما تقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب دي أخطر حاجة في الدنيا أخطر حاجة لا وإن صلحت في شيء مش هتصلح في كل الأشياء ممكن تصلح في حاجة بالصدفة تمام بالصدفة لكن يعني مثلا واحد عنده ضغط وسكر فبياخد علاج معين واحد ما عندهش ضغط وسكر لا في حاجات بتبقى إنكيس يعني دي بتبقى حالة خاصة وفي حاجات عامة زي مثلا ممكن مسألة الصداع مثلا لو هو صداع مش مرضي مسألة الإجهاد أحيانا اللي هو برضو بمجهود مش بحاجة تانية في بعض الأمور تصلح فيها دي العبارة ولكن في أمور لا تصلح فيها دي العبارة بالكلية هو أنا مقصد كلامي طبعا تكمل الكلام حضرتك فكرة مثلا هنفترض إن فيه واحد عنده قصور مثلا في وظائف الكلا بزبط كويس الكلة دي بتاعتنا وظيفتها إيه وظيفتها إنها تاخد الدم تفلتره بكل ما فيه بقى من مواد كيميائية من أدوية من كل حاجة واتطلع منه اليورين أو البول كويس هنفترض إن فيه واحد عنده قصور في وظائف الكلا اللي عنده قصور في وظائف الكلا ده وبياخد دوا معين مش هيعرف يصرف الدوا ده كما ينبغي ويطلعه في البول زي أي شخص عادي فأنت ممكن تقول فلان كان عامل عملية كذا أو عنده المرض الفلاني وبعدين خد الدوا الفلاني وبقى كويس جدا أنا حاسس بنفس الكلام ده طب ما ناخد نفس الدوا وأنا عندي مشكلة في الكلا تتبقى لك فهي فكرة دي كارسة دي مصيبة دي مصيبة ففكرة إن فلان أو عندي القلب ده أنا لسه ما جيتش جنبه ده أنا بتكلم فيه قصور بس في وظائف الكلا فأصد أقول تصريف الدوا ده هيعمل له مشكلة تخيل بقى واحد تاني مثلا عنده مشكلة في القلب القلب ده هو هو القلب ده وظيفته إيه القلب ده عبارة عن عضلة موجودة في سدر الإنسان وظيفته إنه هو بينقبض ويطلع الدم لجميع أجزاء الجسم بيبقى ليه باور معينة وقدرة معينة الباور دي بتبقى كل واحد ليه يعني قدرة مختلفة عن التاني تخيل لو أنا جيت على عضلة القلب اللي عند سين من الناس اللي هي قدرتها 60% وروح تمحمل عليها بأدوية وصلت الكفاءة بتاعتها الـ 40% في ضخ الدم خدت بالك تخيل ده يعني الإنسان ده هيتأثر قد إيه من ناحية ضخ الدم ومن ناحية الأعضاء اللي بيوصل لها الدم دي بتشتغل بكفاءة قد إيه خدت بالك فأقصد أقول لحضرتك إن القلب بيتأثر حسب الأدوية حتى لو بتاخد أسبرينة كمان حتى لو بتاخد أسبرينة مش هقول لك بقى أدوية من اللي بتدي قوة صحية زيادة عن اللازم لا علشان كده اسأل مجرب ولا تسأل طبيب أنا رأيي وبقول للناس دلوقت يا جماعة بلاش الحكاية دي مش عشان أنا طبيب فأنا متحيز لا لا هي القصة مش كده هي القصة إن أنت لما تسأل مجرب مجرب ده ليه ظروف إيه ظروفه ليه بنية معينة في الجسم ليه قوة عضلية معينة ليه قوة في القلب معينة ليه قوة معينة في الكبد والكبد ده حاجة مهمة جدا هنيجي عليها برضو تحساس طبعا أه طبعا ده ليه دور حساسية متنهية طبعا طبعا ليه دور لسه هنتكلم عليه موضوع القلب والكلا والحاجات دي كل ده حملة على الوظيف على الوظيف بتاعت الأجهزة دي فأنت لما تديني دواء بيزود القدرة طيب هو هيزود القدرة على حساب إيه؟ مع حساب أجهزتك أنت تخيل جهاز أنت عملت تنهج فيه عملت تنهج فيه بكمية المنشطات اللي أنت عملت الدهاله هيشتغل معاك ويساعدك شوية بس يعني لكل أجل انكتاب يعني كل حاجة لأ ده أنت كده ممكن بتعجل بأجله من غير ما تقصد ميكانيكية هذه العقاقير وآلية عملها داخل جسم الإنسان والترتيب بتاعها ده اللي هنعرفه مع حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل وأنا تواصل معكم انتظرونا وأبقاوا معنا شكرا من جديد أهلا بكم مشاهدينا لازلنا معكم والطريق التالي وبنتكلم النهاردة عن آثار المنشطات الجنسية وهل هي وهم أم حقيقة إلى الآن وإلى هذه اللحظة دكتور وليدا من فتوح بيؤكد أنها وهم طيب لمزيد من الاستضاح لمزيد من التوضيع لمزيد من الدلائل بنتكلم مع دكتور وليد قبل فاصل حول ميكانيزمة أو آلية عمل هذه المنشطات يعني هل هي بتشتغل على الدارة الدموية فقط؟ طيب دور مراكز الإحساس وخلايا المخ إيه؟ هل لها دور في هذه المنشطات؟ أو لها من تأثير على هذه الخلايا؟ كل ده هنعرفه دلوقتي من الدكتور وليد بنفتوح اللي براحب بي مرة تانية دكتور وليد الألية إحنا عندنا أجهزة كتير أوى في جسم الإنسان وكلهم بيشتغلوا مع بعض بتناغم يعني الجهاز الهضمي مع الجهاز الدوري مع الجهاز التنفسي مع الجهاز البولي يعني كل الأجهزة بتشتغل مع بعض بس مين المايسترو اللي بيشغل المنظومة دي كلها؟ المخ المخ تمام يبقى أنت عشان تنشط كل الأجهزة دي لازم تنشط أول حاجة مين؟ المايسترو المايسترو المخ أو حتى لو جهاز منهم أو لو عضو منهم بالزبط محتاج أروح له عن طريق المخ الكنترول بتاعهم بالزبط الكنترول فوق في المخ في الهد المخ دوت هو أهم عضو في جسم الإنسان لأنه هو اللي بيكنترول كل الأجهزة الغدد اللي موجودة في جسمنا والجهاز البولي والدوري والتنفسي والجهاز الهضمي وكل الأجهزة طيب أنت عشان تنشط دول لازم تنشط المخ إذن سؤال حضرتك دلوقتي إزاي بيشتغل أي منشطات أو أي حاجة بتحسن القدرة الصحية بتشتغل على المخ المخ ده في يعني ملايين الخلايا العصبية الخلايا العصبية دي وظفتها أنها بتبعث إشارات معينة لكل خلية في جسمك الإشارة دي عبارة عن أردر آه أردر بيطلع من المخ نفذ آه بيروح للخلية الفلانية يقول لها اعملي كذا فتبتدي تعمل كذا فلما حرك بتاخد يعني ما ييجي حد ياخد الأدوية المنشطة دي بيبقى الإشارات مثلا لو قلنا أن المخ بيطلع في الثانية مثلا مئة إشارة لا بيبقوا متين إيه اللي عمل كده المادة الكيميائية المحفز آه اللي خدها الإنسان ده بيحفز المخ إن هو يطلع إشارات أكتر طب لما الإشارات تطلع أكتر من المخ أم إيه اللي يحصل أم العضلات يجي لها إشارات أكتر آه ارتخاء 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 أو انقباض الاتنين يعني تنقبض وتنبض على حسب العضلة على حسب الأرضر اللي راح له آه إذن إنت بتقول tire المخ بتاعك لو سمحت اشتغل زيادة اشتغل زيادة يبقى المخ اشتغل زيادة آه دي رقم واحد رقم اتنين الخليلة العصبية اللي موصلة من المخ للجهاز ده اشتغلت زيادة آه دي رقم اتنين رقم تلاتة العضلة نفسها لووصل لها اشتغلت زيادة أقصد أقول حريك أن كل حاجة كده بتشتغل بقدرة أعلى من القدرة الطبيعية اللي ربنا خلقها بيه إذن أنت متوقع وده هيؤدي إلى إجهاد هذا الجهد المضاعف سيؤدي بالضرورة إلى إجهاد حالة من الإجهاد طبعا هو دلوقتي المخ لو اشتغل زيادة عن اللزوم حريك مثلا لما تكون قاعد بتفكر في موضوع أو بتتناقش في موضوع لو قاعدت تتناقش ساعتين ثلاثة مع حد بعد الساعتين ثلاثة دور حريك تحس بإيه لأ خلاص إنك تحبت قوي آه خلاص بقى إنك يعني أنهكت جدا ما هو ده اللي أنا بقول عليه إنت بتشتغل بكفاءة عالية قوي يعني عن الطبيعي فبالتالي المخ بيتعب ده أول حاجة بتتعب بناء عليه لما المخ بيرايح كل اللي وراء بيرايح آه وشانا أنا كنت بتعبان بدليل إن إحنا لما بنبزل أو نبزل مجهود زيادة بنحتاج لساعات عدد زيادة في الراحة عايز تقولي إن المخ لما بيوجهد بيرايح أكتر من اللازم هو ربنا خلق الليل والنهار صح؟ بزبوط ليه؟ إيه الهدف من الحكاية ده سكن وده العمل حلو قوي طب ما كان خلق كله عمل منفعش إزاي؟ طب ما كان خلق كله سكن لأ مردوه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الحاجة خلقها بانضام حضرتك بتشتغل عدد ساعات معين وبالنهار وبالليه الحرك بتريح لأن دي مكنة ومحتاج عدد ساعات معين للراحة أيضا بالضبط على فكرة فترة النوم الطبيعي للإنسان الطبيعي المتوسط تقريبا تقريبا 8 ساعات لازم تكون متواصلة ولا مش شرط متواصلة لو أحسن تبقى متواصلة طبعا خلي بالك أنا مرايح المكنة 8 ساعات متواصلين يديك عمل بقيت اليوم متواصل لكن لو قطعت حتى إذلك حركة يعني لو تسمع في بعض الناس تقولك أنا لو نمت مثلا ساعة مثلا أنا قوم عندي صداع في ناس كده لازم ياخد له مثلا قصد معين عدد ساعات معينة ده طبيعي على فكرة ده طبيعي عدد ساعات المتوسط للشخص الطبيعي على فكرة منشطات دي بتقلل عدد ساعات النوم ومعلومة بقى معاش حركة عندك خلفية عنها ولا لقى إن كل ما بيقل عدد ساعات النوم بتقل المناعة في الجسم المناعة طبعا برفع لي حركة عرفها فالمناعة بتقل لأن جهاز المناعة بتاعنا معتمد تماما على الراحة مش العمل على الراحة كل ما تريح كل ما جهاز المناعة يتحسن فكرة العجين اللي بيخمر مع الفرق طبعا الفرق ووراهم من استشهاد بتقريب المفاهيم بس مش أجل طبعا كل ما تسيبه شوية يتخمر أكتر يعني فيجهاز المناعة أفضل بس كلمة العجين مش حاجة كل ما تسيبه ياخد وقته في الراحة يشتغل كويس فانا أقصد أقول أن المنشطات دي العمال اللي بياخدوا منشطات عشان خطر أن هما يشتغلوا فترة أطول أو كده يقولك أنا عايز أحسن الدخل بالعكس ده أنت كده هتضوز الدخل لأن انت كل ما تشتغل أكتر جهاز المناعة بتاعك يضعف طبعا سنين قدرتك الصحية هتضعف هتبقى عارضة لأي مرة عارف الزبط حرك زي إيه زي اللي بيدخن يعني التدخين ده مصيبة يعني إحنا عندنا جملة دايما إحنا بنقولها لبعض الأطباء يعني يقولك أن كل سجارة بيشربها المدخن هي مصمار في نعشه فتخيل بقى اللي بيدخن عدد كتير من السجار بيصرع موضوع تكملة النعش بتاعه بيأثر عمره قد إيه طب هاخد من السجار حتة مهمة السجار بيبلاء أثار دارة عصبية ونفسية وقلبية وعلى الكلا وعلى كله زي في الجسم طبعا وطبعا كل اللي بيدخنه بيقوحوا أه ومنهم اللي عارف ومنهم اللي إيه مش بيصدق يعني في منهم ناس مش بيصدق وعادي ده دخان ما العربيات كتير ودخان العربياتش ما ناجاتش على السجارة الكلام اللي هي المبررات اللواهية دي بتأثر على قدراته الجسمانية وعلى أداء الوظائف بما فيها الأداء الجنسي هل هنا السجار لا علاقة بالإضطرار للجوء لعاقة قير منشطة؟ لا هي السجارة إيه علاقتها بالموضوع؟ السجارة دي أصلا لا حضاك يمكن سؤالي موصلش آه طب ياريت أنا وضح السجارة لا أثار سلبية وأثارها السلبية أثرت على القلب على المخ على أعضاء الجسم على الأداء الجنسي تمام والسجار لها تأثير سلبي على أداء الجنسي طبعا بدون شك ده قولا واحدة دي ما فيهاش خلاف بالمناسبة بدون شك دي ما فيهاش خلاف بالمناسبة لشان ما حدش بس يعني إيه يتفلسف أو يقاوح دي من المعلوم بالضرورة ده أدى إلى خمول هنا التدخين لما أدى بيه للحالة الصحية الرديئة دي بيضطريني أنا أخذ عققير آه 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 وصلت دي العلاقة وصلت وصلت السؤال آه طبعا آه يعني هو هو النهاردة آه بيبقى هو في العشرينات ليه قوة بدنية قوية بيدخن بقى من العشرينات وانت طالع بيدخن سجاير أو شيشة بالمناسبة سجاير أو شيشة آه سجاير أو شيشة عشان اللي بيش نومه شيشة ما يقوحوش آه 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 لا لا أصلا هو بص هو الموضوع ما فيهاش خزار هو يقول لك ده فيه واحد من المرضى مرة كنت بكلم معاه فبقوله يعني التدخين ومش عارف ايه فلاقيته قال لي جملة غريبة جدا يعني انا اتفاجئت قال لي حراك انا مش هبطل السجاية فقلت له ليه يا حبيبي مش هبطل السجاية قال لي عشان انا بحبها فهم طب حب نفسك يا أخي الأول يعني ما هو بقى يعني حب نفسك الأول ده الأول حب ايه انت تحب نفسك حب ايه انا مش فيه فأنا ما بقيتش عافى ارد علي يعني مش عافى اقول له ايه واحد بيقول له لا بحب السجاية تقول خلص ده عمز المخر البتاعنا يا فسي زوري ده يا موارك اه عنده عشق شديد للشيشة اه كل ما تيجي تقنعه انها غلط يقول لك لا 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 دي مش غلط خالص مين يقلك انها غلط هو بالمناسبة الشيشة برضو عشان هو بقى ياخد المعلومة الحجر الواحد الحجر الواحد يساوي يساوي علبة سجار كابلا ليه بقى لان حراك شوف قدي ايه طول اللي هو الخرطوم اللي هو بسموه اللاي بتاع الشيشة اه وكمية الميا اللي هي بتتقلب فيها الغازات شوف المسافة دي قدي ايه وقارنها بالنفس اللي بياخده من السجارة شوف بعض المسافة دي قدي ايه فانا اقصد اقول ان الحجر الواحد من الشيشة يساوي علبة سجار وده ما فهوش وتعمل عليه دراسات انا مش بقول كلام مرسل ده كلام دوكيومنتد وكلام يعني علمي مصبوط فاقصد اقول اللي بيقاوح لا هو يبقى على مسؤوليته هو لكن اقصد اقول نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك ان موضوع السجار بيضع في القوى الجسدية اه طبعا فهو بيضطر يحاول يعوض القوى الجسدية دي المحافظات جديدة اه فهو بيخلي الموضوع يعني يبوز اكتر لان زي ما قلت لحضرتك هي بتهد الجسم مش بتبنيه بالعكس هي بتشتغل على الجهاز العصبي وبتضع في الجهاز العصبي وبالمناسبة بالنسبة بالموضوع السجار بالمرة السجار بتجيب سرطان رئة ده ما فيهوش كلام هيطلع علينا واحد دلوقتي تقولك انا بقى 45 سنة بدخن وما جليش هقول لحضرتك ليه بقى لان هو لسه ما وصلش للمرحلة اللي تخليه جيله سرطان يعني هو لو مات مثلا بأي مرأة تاني هو مات قبل ما يحصله السرطان لكن هو في الطريق اللي بيدخن رايح لسرطان الرئة ده كلام يعني رأي دكتور وليد ولا بيبرز لا رأي دكتور وليد هو دكتور وليد ما يقدرش يقول رأي شخصي دكتور وليد بيتكلم بأدلة وبيبرز منشورة على جميع المواقع ابحث يعني ابحث ابحث موجودة على المواقع بتاعتنا لكن انا مش بقول رأي شخصي يعني لا أملك ان اقولش رأي شخصي يعني خليني أخد منك تصريح صحفي مع Nou يعني انا كتصلت يعني دايما هي الغلبة يعني الدكتور عليها بفتوح نقطتين التدخين هو الطريق للسرطان سرطان الرئة سرطان الرئة مش عارف يعني سؤال ممكن في محلو أجريك محلو بنسبة كم في المية مثلا بنسبة يعني اللي هي وقعية الحدوث والله يبص هو حرك يعني فيه نسب كتير موجودة في البيبرز في الأبحاث أنا مش فاكر ربطة كل حالة بتختلف بالظرق لكن يعني حتى لو حنقول بتحصل بنسبة واحد في المية ما جايز يكون انت الواحد في المية انت تعرف صحيح وارد جدا تعرف من ايه صحيح ولا حتقول واحد في المية مش أنا لا ما يمكن يبقى انت أنا بقول مثلا هي النسبة أكثر من كده طبعا بس أنا أصدأقول يعني بفرد جدل يعني بفرد جدل بتقدر بالمثل اللي هو الصعب بالضبط طيب ممكن نشارك مشاهدين معنا في هذه الحالة دكتور وليد وناخد أول اتصال مع الأستاذ عمر من القاهرة أستاذ عمر تفضل أستاذ عمر ألو معاك يا فندم عليها وتفضل السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت ممكن أسأل دكتور وليد على على اللي هو الذي اللي هي الشيشة الإلكترونية آه ده سؤال مهم الشيشة الإلكترونية المفروض أن هي مفهاش مفهاش أطراض تمام تمام سؤال واضح فيه سؤال تاني سؤال أنا كنت عايز بس أقول للدكتور وليد على موضوع بعيد عن الحلقة بس يعني ياريت لو يقدر أن هو يتكلم فيه موضوع مرض الامس الامس آه تمام مرض الامس اللي هو التصالب المتعدد طيب أنا أوعدك أن احنا هنعمل حلقة عنه إن شاء الله قريبا بإذن الله في أي برنامج من برامج قناة صح وجمال إن شاء الله هيكون في حديث عن الامس وهذه الأزمة اللي يعني بنادع الله لجميع المرضى بهذا المرض بالشفاء العجل رب يا رب الشيشة الإلكترونية في حد دلوقتي ممكن يفلسف ويطلع لك بالشيشة يقول لك دي ما فيهاش أطرام هل الشيشة الإلكترونية صحية؟ هم أصلا قريدي بيتفلسفوا دلوقتي ويقول لك الشيشة الإلكترونية دي حاجة شيك قوي وبيستخدموها الولاد وللأسف البنات للأسف يعني أنا بشوف بنات كتير قوي ولاد ناس كده وناس يعني حلوة كده بنات حلوة يعني يفهم ولا يمسك الشيشة في إيديها حاجة مقززة جدا يعني طبعا هي ما فيهاش أطران صحيح صح يعني بتبقى زيت صحيح زي ما أصوز عمر قال بس هو الزيت ده بيعمل دخان وانا بيعمل شه بيعمل دخان طبعا حلوة قوي حلوة قوي يعني زيت بيتحرق بيعمل دخان بزبط كويس الدخان ده رايح فين داخل الرئة حلوة قوي يعني فيه دخان وعلى فكرة كسافته أعلى من الشيشة العادية ومن السجاير بكتير يعني أضعاف مضعافة هو أحراك مش بتشوف كمية الدخان اللي بتطلع منه غير طبيعية أكتر من الشيشة العادية أكتر من دخان السجار ممكن تملى قوضة نفسين تلاثة ممكن يملو قوضة صغيرة أربعة في أربعة كويس قوي إذن هو حرق زيت ودخان كوى الرئة يعني هي جات على الأطران هي جات على الأطران خالص أنت عارف حراكي المشكلة للدخان في الرئة هو هيفرق كتير الأطران عن الزيت لا مش هيفرق كتير مش هيفرق كتير هو الأطران إيه مش هو حبارة عن زيت برضو في النهاية هو بيعملوه يا إما زيت تبغي كده أو بيسيحوه بيعملوه زيت زي بزبط يعني في النهاية أقصد أقول إيه مادة زيتية إحنا عندنا المادة الزيتية دي لما بتتحرق وبتطلع الدخان في الرئة هي مشكلتها إيه مشكلتها أن الرئة بتاعتنا الغشاء المخاطي اللي مبطن الرئة من جوة اللي بيحميها اللي بيمشي فيه الهوى اللي بيحميها اللي بيحميها من جوة الغشاء المخاطي يعني لو ديها الأصبة الهوائية مثلا مثلا على سبيل المسال لو دي الأصبة الهوائية من جوة البطانة بتاعتها بيبقى فيها ليه الأهداب الأهداب يزققها لبرة تاني عارف حريك له مثلاً لو واحد مثلاً بيأكل وفي حاجة يقولك وقفت في زوري فبيبتدي يعمل إيه عايز يرجعها آه يجبعها آه يجبعها بيقح ده بيعمل إيه عايز يرجعها تاني الأهداب ده أو الشعر ده بيزققها لبرة آه تدخل مع سرأ طبيعي تخيل إن الزيت وحرق الزيت والدخ agrade بيحرق الأهداب ده آه تخيل لو الأهداف أو الشعر اللي جواه ده اللي بيطلع المواد الضرر لبرة اتحرق وبواصل لو فيه أي حاجة دخلت ده الفلتر الطبيعي هتخرج إزاي كده أنا بقيت من غير فلتر كده أنت حرق أم من غير فلتر بالزبط بالزبط تخيل لو الشعر ده اتحرق ما هو الزيت والدخان لما بيتحرق بيحرق الشعر ده فخلاص أنت كده بتغير الغشاء المخاطر اللي ربنا خلقه فلو أنت بواصته خلاص هي الرئة بتبتدي تأثير ده بقى تبتدي البوز على القوة البدنية بقى ما فيش هو النفس ده وإحنا عايشين إزاي بالنفس عايشين بالنفس خلاص يبقى القوة ده نايبقى يبتدي يعمل إيه بقى يقول لك أنا أخد دواء منشط نرجع بقى الحتة بتاعتنا هو ده عايز أرجع لي دي بالزبط أنا بلفه ودور عليها علاقة ده بالزبط أنا بلفه ودور عشان دي مش دواء الاستردام كمان يعني أزبط دواء الاستردام إيه اللي خليني ألجأ لمنشطات والعقاقير محفزة سواء جنسيا أو جسديا بالزبط هو عشان كده واحد التدخين أهمها التدخين دوت عشان أنا قدرتي على النفس إن أنا أخد نفس وأطلعه طبعا ده بقى مش موجود فأنا بضطر أستعيد عنه بإيه بالعقاقير دي ها هدي واحدة التانية إن أنا عايزة أزود وقت الشغل اللي أنا هشتغله مثلا هدي حاجة الناس اللي بتاخد الكحليات بشربوا الخمور ما هي نفس الكلام بتأثر برضو على إيه على الكبد بيتخش على الكبد عدل تنخر أيوا بالزبط عاملة زي السوسة مادة كحلية المادة كحلية حارقة للكبد بزبط عاملة زي السوسة مجازا يعني السوسة اللي بتاكل في الكبد حتة حتة هي نفس الفكرة فأنت لما تيجي تعمل كده الكبد ده اللي بيخلينا نقف على رجلنا ونتحرك ونفزي المجهود لأنه هو ده وقت اللي بيدينا سكر وبيدينا من المحتوى الداخلي بتاعه وبيدينا العصارة الكبدية اللي احنا بنقدر نهضم بيها الأكل وكده فهو بيدينا الطاقة فلو ده ما بقاش موجود أضطر ألجأ للمنشطات نفس الفكرة فأنا أصدأ أقول أن اللجوء اللي هياخد منشطات مرة هتجيب معا نتيجة ويحس بفرق طبعا هيتعود على المنشطات هل من الطبيعي أن يعود طبيعي خليني أسمع الإجابة بعد هذا الاتصال أستاذ محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام مواطة التلفزيون ان شاء الله ممكن أخدم دكتور وليد انت على الهواء يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم طبع شكرا حضرك أنا أنا بأسل برأي يعني مش فضري فندم حضرك بالنسبة لطبعا الأمراض اللي يتيجي عن التدخين لو كان معايش أو سجاير طبع حضرك أنا هنا الأحيادات بتحدي إلى مرض فلطايا الرئم تمام الدكتور وليد يقول لك يا ريت يا أستاذ محمد دكتور وليد أحب على قلبه هيقول لك يا ريت بس طبعا المسألة دي مسألة متعلقة باقتصاديات وبقرارات ولكن نتمناها يعني نتعاشم فيه أحب المسألة بشكرك أستاذ محمد بنختم بقى بالسؤال حلوك سألت أو لأنا سألت حولها طبعا يا رؤية أستاذ محمد رؤية يعني يوتوبيا والله إحنا كنا نتمنى نتمناها بس تحقيقها على مسؤال طبعا يعني صعب تخصص القرار يعني هو عايز يقول لك أن علبة السجاير مكتوب عليها اللي صنعها بيقول لك أنه دي هتسبب وفاتك ومع ذلك أنت بتشتريها وبتدفع فلوس بتزيد الضرائب عليها ومع ذلك بتدفع فلوس وبتدفع ضرائب وبتشتريها طيب خد العقاقير دي مرة جابت معا نتيجة بتتعود عليها ينفع يرجع طبيعي مرة تانية بس حضرك هو الرجوع للطبيعي مرة تانية ما هياش مستحيل بس هو الشخص يبقى عنده من جوا إرادة حقيقية أه والنية والنية أنه يرجع احنا بنعليك مدمنين بقى فيه مدمنين كتير أو احنا بنعليك ضعي بس هو المدمن المهم يكون هو عايز لأنه هو لو مش عايز لو عملت البدعة طيب في تلاتين ثانية الأثار الجانبية اللي تمت أثناء التناول بقى الفترة اللي فاتت ممكن يحصل طراحه اللي عضلة القلب ممكن يحصل قصور في الوظائف الكلا ممكن يبقى الكلا بتاعته كانت سليمة ولكن كتر استخدام هزي المنشطات يمكن أن يؤثر على الكلا يعني طبع لأثر على الكبد لأثر على أي حاجة في الجسم طبع هنا لو بطل الحاجات دي باب من أجواب العلاج طالما لسه الأجهزة شغالة بشكل معقول كفاءة منخفض بشكل معقول ترجع تاني ما فيش أي مشكلة خلص إذن عودوا إلى طبيعتكم يرحمكم الله عودوا إلى الطبيعة يرحمكم الله من هنا يعني استغاثة ونداء ورسالة إلى كل من يتعاطون هذه المنشطات وعلى هذه المحفزات رأفة بكم بنفسكم يعني ارحموا نفسكم يعني إذا كان الأمر بإيدك فحب نفسك أكتر من السجارة اللي بتؤدي بيك للوصول لهذه المنشطات حب نفسك أن أنت تبقى طبيعي في النهاية الموضوع أصبح توهم أكتر منه حقيقة وواقع لعاقة قير ومحافزات بشكر دكتور وليد بفتوح استشار المخوى العصاب وطبي نفسي شكرا جزيلا على هذه الحلقة شرف حلقة جميلة شرف ليه يبقى الشكر موصولك ومشاهدين على حسن المتابعة يتجدد بكم اللقاء وحلقة قادمة والطريق الثالث إلى مثل هذا الموعد التقبل وتحياتي وتحيات فريق العمل هذا هاني الدباني وحييكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا شكرا جزيلا